السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام والجزء رقم 4 من الفصل الخامس هنتكلم عن ميكانيزم أوف ديفيوجن أو الآليات التي يتم بها الديفيوجن في الحقيقة عندي 3 أنواع من الآليات بيتم بها الديفيوجن الآليات الأولى بنسميها سيلف ديفيوجن بمعنى يعني بيحصل حركة عشوائية من الزرات داخل البيور ميتل تمام؟ دي بنسميها سيلف ديفيوجن وبيبقى الغرض منها وعملية ترتيب أوضاع عفوا للزرات ولا يوجد بها أي نوع من أنواع التغيير الكيميائي النوع الثاني بيكانز ديفيوجن وده بيحصل ديفيوجن أوف أتم يعني اللي بيحصل تنتقل الزرات أو يحصل ديفيوجن للزرات عندما يكون هناك زرة تركت مكانها وبالتالي تتحرك الزرات لملء هذا الفراغ داخل الكريسل النوع الثالث اسمه انترستيشل ديفيوجن وده عبارة عن ديفيوجن أوف سمول أتم فروم وان انترستيشل بوزيشن تواناظر انزا كريسل استراكشن يعني بيحصل عندما يكون هناك زرة صغيرة تتحرك في الفراغ بين الزرات في المادة أخرى في الكريسل استراكشن تعالوا نشوف الرسمة التوضحية اللي قدامنا اللي هي بتبين الآلية اللي بيتم بيها الفيكنسي أو السبستيشنال والانترستيشل عندما يكون هناك المادة زي اللي أمامنا دي الحالة الأولى ديها نبص نلاقي ان هنا في فراغ طالما هنا في فراغ يبقى تبدأ الزرة دي تتحرك عشان تملى الفراغ وتترك وراها خلفها فيكنسي يبقى الموشن أوف أتم في هذا الاتجاه وحركة الفيكنسي في الاتجاه المعاكس ونفس القصة تحصل فيه السبستيشنال أما الانترستيشل فبقى عندي هنا مكان فاضي بين زرتين وتيجي الزرة الدخيلة الأخرى تتحرك في هذا المكان وتترك مكانها مكان فاضي لزرة تانية وده اللي بيحصل فيه الانترستيشل ميكانيزم